لكن حتى الآن نحن مشكلتنا الحقيقية أنه مفيش حكومة قدمت أي مشروع الكل يبحث عن السلطة منشط تعريض فقط يوصل للسلطة مفيش مشروع يعني لما يوصل للسلطة ما يقدمناه مشروع تنموي يقدمناه مشروع مصالحة وطنية مبني على فكر حقيقي كلهم يسوقوا في كلام إنشائي حفظناه من 11 عام فالأستاذ اللي بالعدالة الاجتماعية وجبر الضرر نقول للأمرين هدنا محتاجات حكومة قوية محتاجات استقرار سياسي قبل استقرار سياسي وقبل حكومة قوية ما لا يمكن حدوث الأمر هذا في ليبيا نحن ننطي بالكلام المرسل نحن نتعاطف مع الكلام هذا والله كلنا كما نقول فيه نحن بالمثل الشعبي زارطين الموس بدمها قصد كلنا منضرين من هذا الوضع اللي صاير ولكن شن الحل الحل إنه لازم الليبيين يكونوا عندهم مسؤولية الشعب الليبي عنده سلبية كبيرة في معقولة شخص أو مجموعة أو عشر أو عشرين يعدوا يقفلوا بير نفط واللي بين ستة مليون راقدين ما فيه شي يتصرف الكهرباء كانوا يقضوا عليهم بلا أربع عشر ساعة ما فيش من تكلم الشعب عنده سلبية فلهذا من أساء العقوبة من أمن العقوبة أساء لده بالمسؤول السياسي اللي يعرف أن الشعب ما يتحركش وراقد فهو بيدير ما يبيه ولتوه يعني يأزم على الشعب في قوت يومه ويأزم عليه في احتياجاته من أجل أنه يشغلوك أنت كمواطن تصبح تاية كيف اللي ضربينه على رأسه دايخ والله ما تندر عليها للحكومة ولا تندر على السلطة ولا تندر على السياسة وتالها في حياتك وهذا اللي يبوه اليوم يأزم عليك فالنفط في الكهرباء وفي غيره وفي غيره ترجمة نانسي قنقر